بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرحبا بكم في برنامج كيف مالك ماذا عن سرقة هاتف بريطاني حلقة اليوم عن شيء ربما البعض لا يتنبه إليه لكن المسلمين بشكل عام هم أولئك الناس الأمناء الذين يثبتون كل يوم أن الإسلام إنما جاء ليجعلهم قادة في الدنيا أمناء في الدنيا والآخرة كل يوم تطالعنا الأحداث بأشياء جديدة عن علاقة المسلم بغيره عندما يهاجر ويعيش في بلاد الغربة ولعل هذه الفترة من الزمان تشهد اكتظاظ بهذه الأحداث بسبب ارتفاع معدل الهجرة نحو الغرب أنقل لكم قصة عشتها بنفسي ورأيتها بأم عيني عندما كنت أدرس في بريطانيا تعلمون أن بريطانيا كانت تشتهر بكثرة هواتفها الموجودة في الطرقات العامة وأقصد هذه الكبينة الحمراء هذا المكان الأحمر مرة من المرات كنت أسير في إحدى الشوارع الجانبية فوجدت أن هناك عشرات يقفون أمام كبينة تليفون هاتف يتجمعون أمامها وهذا شيء مستغرب لأن هناك كل خمسين متر يوجد كبينة هاتف وهناك في التسعينات كانت هذه الأمور متاحة وكثيرة جدا فاستغربت هذا التجمع عندما اقتربت لأعرف سبب هذا التجمع وجدت أمام هذه الغرفة أن الغالبية من جنسية معينة طبعا من العرب سألت أحدهم قلت له ما الأمر؟ قال تعالي يا أخي قلت له ما الأمر؟ قال إذا أردت أن تتصل مجانا فهذا الهاتف يستطيع أن يجعلك تتصل مجانا قلت مجانا؟ اقتربت ونظرت فوجدت أن الشخص الأول الذي هو في داخل كبينة يتصل ببلده كان قد وضع سلكا معدنيا داخل حصالة يعني الحصالات كانت قديما من خلال النقود يضع القطع النقدية وهناك فتحة من الأسفل وضع سلك معدني في أسفل هذه الحصالة ثم وضع الباوند في أعلاها وكان هذا السلك يمنع دخول الباوند إلى الأسفل لكن يسهل عملية إبقاء الخط مفتوح ثم يأتي زميله الذي خلفه ويضع أيضا يده قرب السلك فيبقى خط الهاتف مفتوح إلى أن اتصل أكثر من عشرين شخص وأنا أقف وأتابعهم بدهشة واستغراب أحاول أن أجد مبررة مفهوما ثم لم أتمالك نفسي حتى سألت واحدا منهم قلت له كيف تفعلون ذلك؟ أليس هذا ممنوع قانونا؟ أليس هذا حرام شرعا؟ قال كيف تقول حرام شرعا؟ هؤلاء البريطانيون أكلوا أموالنا سرقونا ونحن نسترد جزء من هذه الأموال قلت له إذا كانت حكومة ما في عهد ما قد سرقتكم هل هذا يعني أن تسرق البلد الذي دخلت إليه بعقد أمان؟ قال لا هذه بلاد كفار قلت له يا أخي هذا مصطلح بلاد الكفار، بلاد الإسلام، بلاد المؤمنين هذا يمكن أن يكون في عهد من العهود أما الآن أنت دخلت إلى هذه البلد بعقد أمان الفيزة التي تأخذها لبلد من البلدان هي بمثابة عقد أمان أي محاولة لسرق أموالهم هي السرقة حقيقية يعاقب عليها الشرع قبل القانون ثم من أنت حتى تسرق؟ هل أنت الموكل لتسرق أموال الآخرين؟ تتهمهم؟ بأي شيء تتهمهم؟ هل تسرق هذا المال وتعطيه لأصحاب الحق على حد زعمك؟ أم أنت روبنهود الذي يسرق من الأغنياء ليعطي الفقراء؟ حتى لو كنت ذلك فمن الذي قال لك بأن روبنهود كان على صواب على سبيل المثال؟ هذه السرقة سواء من الأغنياء أو من الظالمين ليس مسموحا لك أن تتصرف نيابة عن الأمة طبعا لم يستجب لأن جميع الذين كانوا يقفون استمروا في هذه المحاولة ولكن نتيجة لهذا التجمع أتت شكوى من أحد الجيران وفجأة أتت الشرطة خوفا من التجمع لم يعرفوا ما هي القضية لكن مجرد التجمع لأناس عرب في تلك البلدان يثير الشبهة ألا يجدر بالمسلم أن ينتبه لتصرفاته في بلاد الغرب؟ أيها الأحباب أيها الإخوة هناك الكثير من تصرفاتنا التي تسيء إلى سمعتنا كمسلمين في الغرب وأنا أتحدث عن بعض الناس وليس عن كل الناس أولئك الذين لم يفقهوا من الدين إلا بعض كلمات يرددونها دون وعي لكن يجب أن نعلم أبنائنا عندما يسافرون أن أمثال هذه التصرفات ليست من الإسلام في شيء وحسبنا أن نكون قدوة صالحة نعلم الأجيال في المستقبل قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم هذه ومضة وإضاءة وتنبيه أسأل الله العلي العظيم أن تكون درسا لأولئك الذين يظنون أن هناك بلاد كفار وبلاد إسلام ويتناسون أن الإسلام إنما وصل إلى أرجاء الدنيا بالتعامل الصالح بالقدوة الصالحة بأداء الحقوق فكيف بأولئك الذين يريدون أن يسرقوا أو أن يعتدوا بحجة أن هناك بلد سبق وأن احتل أرضهم هذه قضايا يجب أن تكون واضحة أمام الجميع وأن لا نكون مصدر شقائم وتعاسى وكما قلت هذا بعض الناس وليس أغلب المسلمين فكلهم والحمد لله من الذين يشهد العالم كله بأنهم كانوا ضيوف خير على مجتمعاتهم بارك الله لي ولكم مالكم حلال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة